بدأت بعض المحافظات العراقية بالتصرف كدول مستقلة في نزاعاتها بشأن أزمة المياه وموجة الجفاف التي تضرب البلاد منذ عدة سنوات لسيما بعد عجز الحكومة في بغداد عن توفير الحلول المناسبة للأزمة فما زالت الصراعات على الحصص المائية بين تلك المحافظات مستمرة وآخرها ما يحصل بين محافظتي واسط وميسان والنزاعات المستمرة بين محافظات المثنى والقادسية وذيقار تصرف المحافظات بشكل منفارد ينذر بمشاكل كبيرة في حال استمراره خاصة بعد التصريحات الكلامية للمسؤولين في تلك المحافظات تصريحات كانت تحمل نوعا من التهديد في أغلبها إذ رفض محافظ ذيقار يحيى الناصري قيام أحد المحافظين بالعبور إلى حدود محافظة أخرى والتجاوز عليها لتوفير المياه للأراضي الزراعية في محافظته الناصري وعلى ما يبدو كان يقصد محافظة المثنى فالح الزياد حيث تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر فيه برفقة قوة أمنية مصحوبة بجرافات تدخل قضاء الحمزة في محافظة القارسية وترفع التجاوزات عن المياه صراع المحافظات لم يكن آخر مطاف هذه الأزمة حيث شهدت بعض محافظات الفرات الأوسط نزاعات بين العشائر بغية تأمين المياه للزراعة وتربية الحيوانات نزاعات بدأت تهدد السلم الأهلي في تلك المحافظات كما وصفها محافظ القارسية سامي الحسناوي حيث أكد أن القوات الأمنية في المحافظة تدخلت لفض نزاع مسلح نشب بين عشرتين بسبب الحصص المائية لكنه أكد عدم قدرة هذه القوات على مواجهة العشائر لأنها تمتلك أسلحة تفوق ما تمتلكه السلطات الحكومية أما وزارة الموارد المائية فقد أكدت قيام عدد من السكان في ناحية القارسية في محافظة النجف بالاعتداء على أحدى منشئات الري على نهر الفراد وتخريب آليات التحكم والسيطرة للاستحواذ على الحصص المائية المقررة للمحافظات الجنوبية